قال رئيس الوزراء الأيرلندي سيمون هارس قال إن بلاده تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين خلال شهر مايو الجاري وخلال كلمة ألقاها بمناسبة إحياء ذكرى ضحايا المجاعة الأيرلندي الكبرى بين عامي 1845 و 1852 بالعاصمة لندن أوضح رئيس الوزراء الأيرلندي أن موقف بلاده من قضايا الشرق الأوسط واضح مؤكدا على ضرورة وقف العنف فورا ووصول المساعدات الإنسانية دون عائق بسبب الكارثة الإنسانية التي تحدث في قطاع غزة